قال البيان إن هذا القرار هو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار مؤقتاً بين إسرائيل وحمس وقد تم التوصل إليها في شهر نوفمبر الماضي حيث تعهدت إسرائيل بتسهيل تسليم مائتي شاحنة يومياً من المساعدات الغذائية والإنسانية من مصر إلى قطاع غزة وحتى الآن تبلغ طاقة الاستيعابية اليومية لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة مائة شاحنة وفي الحادي عشر من هذا الشهر أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح معبر كرم بسالم في الثاني عشر من هذا الشهر ولكن الامدادات الإنسانية لا يمكنها دخول قطاع غزة مباشرة ولا تزال الامدادات الإنسانية التي تخضع لتفتيش الأمنية في المعبر بحاجة إلى دخول قطاع غزة عبر معبر رفح وذلك يسبب ازدحاماً كبيراً للشاحنة وقال البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من أجل الالتزام ببنود الاتفاق وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إجراء مؤقت للسماح بتفريغ الشاحنات التي تحمل الامدادات الإنسانية في جانب قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم دون الحاجة إلى العودة إلى معبر رفح مشدداً على أن الامدادات الإنسانية من مصر هي وحدها التي يمكن أن تدخل قطاع غزة عبر هذه القناة المؤقتة ترجمة نانسي قنقر